السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا لكم في درس جديد علوانه العمل على الـ CPA كيف أبدأ في الـ CPA البداية هي الخطوة الأصعب في كل شيء جديد وقبل أن تبدأ في العمل في مجال الـ CPA عليك أن تكون على دراية ببعض الأمور وهي الـ Traffic الـ Traffic هو كل شيء فبدون هنا تكسب شيء والـ Traffic يعني الزوار أو الأشخاص الذين تستقصبهم لعرضك أو لموقعك أو لقناتك مصادر الـ Traffic لا بد قبل أن تبدأ أن تكون لديك مصادر الـ Traffic والتي يمكن أن تكون قناتي على اليوتيوب أو صفحة على فيسبوك أو موقعه إلكتروني أو أن تعتمد على جنب الـ Traffic متوع من خلال الإعلانات عبر المنصات المختلفة تنفيذ الإعلانات لا بد أن تكون على الأقل لديك خلفية في تنفيذ الإعلانات على المنصات المختلفة والتي من خلالها سترويج لصفحة الـ Hubbot الخاصة بعرضك وأهم منصة تنفيذ الإعلانات الخاصة بعروض Facebook CPA Facebook Ads Google Ads Bing Ads وهناك العديد من المنصات الأخرى والتي تأتي بـ Traffic Jane صفحات الـ Hubbot يجب أن تتقن خطوة تصميم صفحة هبوط جذابة وقوية لأنها بمثابة الطعم الذي سيجذب الجمهور العرضي وعليك أن تختار موقع واحد فقط لتصميم صفحات الـ Hubbot تتقنه وتعتمد عليه وتصميم صفحة هبوط قوية أمر له علاقة بالألوان والخطوط والصور والتنسيق وبالتالي لا بد أن تعلم كل جزئية من هذه الأمور ويجب أن تعرف أنه لا يمكنك الترويج لرابط عرضك بشكل مباشر بل لا بد أن تضعه في صفحات هبوط بيتمح لك بالإعلان بها تصنيفات العروض هناك قائمة مختلفة من العروض النيتش لو الدوء أن تعرف بشكل عام كل أنواع العروض ومن ثم تركز على نوع أو اثنين فلا يوجد شخص يعمل في كافة العروض فمثلا يمكنك أن تتخصص في عروض الألعاب أو عروض الموبايلاد أو السياحة ثم عليك أن تختار المهمة الأنسب لقدراتك ومهاراتك فالمهمة تبدأ من تشجيل الإيميل فقط وبعضها يكون استطلاع رائح وبعضها تحميل تطبيق وشراء من خلاله وهكذا هو لكل مهمة عمولة مختلفة بكل ثأكيد ووصيكم ووصي نفسي إنه يجب البعد عن كل عروض بغير الأخلاقية مثل المواعدة وعروض الناضجين وتشجيل في مواقع إباحية وذكرت أسماءها ليعرف من لا يعرف أنها عروض لا أخلاقية وتنافق الأعرف الدنيا ولا تناسب أي شخص مهما كانت لي نشر وأنتظر تضمن أن تربح منها مليون دولار اليوم ثم تموت غدا السؤال الثاني الذي يطرحه لهذه هو كم المبلغ الذي يمكنني أن أذأ به في مجال الـ CPA أوضح لك أمرا هاما في البداية في عالم الإنترنت والربح من خلاله بشكل عام وفي مجال الـ CPA خصوصا لن يعد هناك شيء مجاني أقسم لك إنه لا شيء مجاني وهذا لا يعني إنه لا ربح من خلال الطرق المجانية ولكن الربح الذي أتحدث عنه هو ربما 300 دولار أسبوعيا هذا لن يأتي بشكل مجاني أبدا وإما إن كنت تبحث عن 5 دولار و10 دولار يمكنك الاعتماد على المجاني وبشكل عام لا قاعدة محددة للمبلغ الذي يكفي أن تبدأ به في مجال الـ CPA فيمكنك أن تبدأ بإعلان بـ 10 دولار يحقق لك 400 دولار وهنا كل شيء انتهى وستبدأ في استغلال المئة دولار في إعلانات قادمة وبالتالي الـ 10 دولار قد تكون كافية جدا ويمكن أن تبدأ بـ 500 دولار وتنفذ إعلان ثلو الآخر ولا توجد نتائج وبالتالي 500 دولار لا تكفيك ببدء ولكن لتكون الصورة واضحة بشكل كامل المصارب لا تقتصر على تنفيذ إعلانات فقط فالعمل في مجال الـ CPA يتطلب منك إن كنت تنوي تحقيق أرباح حقيقية من المجال أن تدفع المال في الاشتراك في موقع جيد وتصميم صفحات الهبوض أن تدفع في موقع تجسس على الحمال الإعلانية للآخرين لتعلم نقاط القوة والضعف وأن تدفع في موقع تتبع جيدا لتعلم ما يحدد في عرضك وما يجب أن يتم تعديله وسلوك الزوار وهذه هي النقاط الأساسية التي يجب أن تكون مدفوعة وعلى الرغم من إنك ربما ستدفع كثيرا ولكن إن اتبعت آتي الخطوات فنسبة نجاحك في تحقيق تتخطى الثمانون في المئة ويمكن أن تبدأ بالحد الأذى من المصارف في بدايتك إن كانت أمورك غير جيدة والخبر الجيد إن معظم المواقع مدفوعة تعطيك تجربة سبعة أيام وهي كافية جدا لتحقيق الخمسون دولار تستخدمون في تنفيذ إعلاناتك القادمة السؤال الثالث الذي سوف نطرحه ما أفضل طرق التي يمكن أن أبدأ بها وأنا مبتدئ ولا خبر لي ولا أملك المال لتنفيذ إعلانات لا طرق مفضلة في الأساليب المجانية ولكن يمكن أن تطلق عليها الطرق المتعبة والمجهدة ولكنها ربما تأتي بنتائج يمكن استغلالها فيما بات ونصيحة لك بتجربة شخصية أعتمد على العروض الأمريكية وأعتمد على موقعين فقط في ترويجها بشكل مجاني وهما الريديد وبرنترس من خلال النصر في الجروبات المناسبة لعرضك وستتحقق نتائج جيدة وستحصل على ترافيك جيد جدا بفضل الله ولكن عليك أن تتقل العمل على الموقعين أولا ويكفيهما واحدا لتنشئ حساباتك على الموقعين وتعرف طريقة العمل عليهم وتنطلق منهم السؤال الرابع ما هي أفضل شركات سي بي اي سأكرر الأمر يتوقف عليك فإن كنت لك قيمة في هذا الموقع وتأتي بترافيك كبير وشغلك جيد فسترحب كل شركة بك لكن يجب أن تكون ملك ترافيك وسأكرر أيضا إن الأمر ليست سألا أبدا وأما غير ذلك فإن كانت أرباحك ضعيفة وأسئلتك كثيرة ولا جدولك فستسرق أموالك وتغلق حساباتك ولن تجد جهة تشكول أو لا تنسى إننا نتعامل في عالم إلكتروني لا حاكمنا ولا يخضع لأي معايير أخلاقية وإنسانية أو دينية فعليك أن تتعامل وعذرا لن أذكر اسم شركة بعيني حتى لا أورد أحدا فأنا لم أجرب الكل السؤال الخامس الذي سنترحه الآن هل هناك نصائح خاصة تساعد على الربح؟ هناك بعض النصائح لا بد أن تكون حاضرة في ذينك كل لحظة وهي الإجتهاد لا يمكن أن تسأل الآخرين عن كل كلمة أو مصطلح يظهر أمامك أو سمعته لا يمكن أن تطلب من الآخرين ترشيح كورس أو كتاب في مجال معين لا يمكن أن تسأل وتسأل ولا تعتمد على نفسك أبدا فأنت تملك عقل كلمة الآخرين وثملك نفس الأذوات فالكل يملك محرك البحث جوجل وهو الذي يلجأ إليه جميع محترفين وهوات للحصول على رد أسئلتين فالكورس الذي أشاهد ربما أسلوبه يناسبني ولا يناسبك من حيث استقبال المعلومات فعليك البحث عن ما يناسبك وتأكد إن كل فيديو لا تخرج منه بمعلومة فالمشكلة عندك اجتهد وتعلم لغة جديدة لتستمع لشرح واستراتيجيات جديدة من الأجانب بل ويتنافسهم في أسواقهم ولكن اجتهد البحث البحث ونصف عملية نجاح وذون البحث لن تصل لشيء ستظل من ترشيح شخص لترشيح آخر وأنت تسير وراء الأراء ولن تبحث بنفسك والبحث هنا أقصد به البحث محرك البحث جوجل فهناك ستجد كل شيء وأي شيء جرب إنه كلما قفز إلى عقلك فكرة أو سؤال اكتبه في جوجل وسترى النتائج وكن ذكيا لا تسأل أحد المحترفين أو الخبراء عن كورس أو عن تعريف مصطلح أو أمر بسيط ستجد إجابتهم متكررة على جوجل بل إذ دخل أسئلتك في الأمور الفنية الهامة التي تخص صرب الموضوع كالسؤال عن أفضل أسلوب تسويق يمكن اتباعه في الترويج لعروض الألعاب في السويد كن ذكيا حتى تجدوا مساندة أما غير ذلك فستكون مزعج للآخرين لا تكتفي إن كنت تنوي البدء في الـ CPA فعليك العلم إن مصدر واحد أو حف عشر مصادر لا تكفي لتعلم اسمع من أشخاص مختلفين الفكر والثقافة وحفت البلد واجمع كل المعلومات وانطلق أنت فيجب أن لا ينحصر مصدر معلوماتك على أجهة أو شخص واحد أو أنك تتابق على واحدة فقط يجب أن تقرأ كتب ومقالات وتشاهد فيديوهات عربية وأجنبية وتشترك في المتداد خاصة بالـ CPA ومعظمها أجنبية اجمع معلومات من عند الجهات لتحصل على الأفكار المتنوعة التجربة إن كنت من الضراميين من ينتظرون أحد الأشخاص يأتي ويذكر لهم خطوات كاملة أو استراتيجية تأتي لهم بالمال الكثير فأنت واهم وغير منثقي بالمرة وهذا غير موجود لا في المحتوى العربي ولا المحتوى الأجنبي عن تجربة فاولة في المحتوين ولكن هو يعطيك فكرة وأنت تصيقها بما تملكه من قدرات ومهارات فأنت تملك عقلك البقية وإن فشلت فأنت بهذا غير مؤهل لأنك من الأساس لو نجح ما كنت لجأت لأشخاص لتسمع تجاربهم ولكن الأمر كله في يديك قم بتجربة استراتيجية معينة لمدة ثلاثة أيام وأنفق عليها عشر دولار واشتهد وشاهد النتائج ثم قم بالتعديل أو تجربة عرض أخر وهكذا حتى تصل إلى خطوات واضحة وأكيدة ويجب أن تعلم أنه لا يوجد شخص على وجه الأرض يعمل في مجال الـ CPA لم يتعرض للخسارة لم أذكر أسماء أي مواقع أو شركات إيمانا مني بضرورة سعي وبحث كل شخص عن المصدر الأفضل له من خلال بحث في جوجل وتعرف على أراء الناس الإيجابية والسلبية وأما دون ذلك فهو أبدي فمن لا يجيد البحث والوصول بنفسه فلن يصل أبدا من خلال ترشيحات آخرين أتمنى أن أكون قد أنرت لكم مفارق في موضوع مهم جدا إن أجلكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك ودفعي الجرس ليصلك جديد المواضيع ترجمة نانسي قنقر